تصرحت كانت مهمة خرجة النهار كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى للفريق الأول لقرة القدم بالنادي الأهلي قال إن الفريق بيتخطى محطات صعبة في بطولة الدوري لكن في النهاية الفريق بيلعب على بطولة فكل مباراة بيأخذها النادي الأهلي ليست نهاية ولكن بداية لمحطة جديدة يستعد لها الفريق بكل قوة بحساً على الفوز باللقب أضاف الكابتن طارق أن هناك سلسة محطات متبقية للأهلي من أجل حسم اللقب وتركزنا في الوقت الحالي ينصب على مباراة الإسماعيلي التي تقام مساء بعد غد الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الإسبوع الثمنتاشر في بطولة الدور العام كنا نعرف أن مباراة الإسماعيلي هي مباراة مؤجلة ليست ضمن مباراة الجوالات الحالية للدور العام لكن هي مباراة مؤجلة ومباراة مهمة جدا الإسماعيلي كمان لفتر الأخيرة ظاهر بشكل جيد عمل مباراة كبيرة أمام نادي الداخلية وفاس بهدفين مقابل لشيء ومن هنا بتأتي أهمية هذه المباراة شدد أيضا كمان مدرب حراس الأهلي على أن تقييم مباراة الأهلي والإسماعيلي لا يتوقف عند حالة الفريقين قبل أي مباراة أو ترتبهم في جدول المسابقة كما هو الحال عندما يلتقي الأهلي مع الزماني فدائما ما يقدم الإسماعيلي مباراة طاقوية أمام النادي الأهلي هو ما يؤكد على أن اللقاء لن يكون سهلا على الفريقين وأنه يأمل أن يكون التوفيق حليف الأهلي ويواصل حظ السلاسة النقاط تحدث الكابتن ناطري سليمان أيضا على أن الإسماعيلي لديه دوافع معنوية في هذه المباراة بعد الفوز على الداخلية لكن الأهلي أيضا يلعب على بطولة ومن هنا تأتي صعوبة وقوة المباراة التي يخدها الفريق اختتم مدرب حراس الأهلي تصرحاته قائلا أنه لا يوجد فوز سهل حاليا خاصة مع الوصول إلى المباراة الأخيرة في بطولة الدور العام ولكن في النهاية أمام الأهلي سلاس محطات يرغب في تجاوزها من أجل الفوز باللقب البداية بمحطة الإسماعيلي والتي تستحوز على فكر الجهاز الفني واللعبين في الوقت الحالي ثم بعد ذلك مباراة المقالون العربيون 28 مايو ولقاء الزمالك في الأسبوع الأخير في جولة 34 ترجمة نانسي قنقر